بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم معكم إن شاء الله استكمالاً لشابتر 7 Soil Stabilization Methods هناخد جزء الخامس وده عبارة عن تكملة للجزء الرابع اللي هو خاص بالCement Stabilization هناخد في هذا الجزء Factors Affecting Soil Cement Stabilization وهناخد Design of Soil Cement Mix أول نقطة هنتكلم عليها اللي هي Factors Affecting Soil Cement Stabilization إيه العوامل اللي بتؤثر على استخدام طريقة التثبيت للطربة باستخدام الأسمنت أول حاجة طبعاً الصويل نفسها اللي انت عايز تعمل لها التثبيت Particle Size Distribution لازم أشوف توزيع بتاع التوزيع الحبيبي بتاع الصويل Clay Content فيها Clay Add A السويل ديت الSpecific Surface بتاعتها Liquid Limit and Plasticity Index زي ما اتكلمنا عليها قبل كده دي المادة أو الطربة اللي عايزة تعالج اللي بنعالج بها مين السمنت فطبعاً الانكريز أو الانكريز يعني لما يحصل إيه انكريز في نسبة الأسمنت جنرally causes انكريز in strength and durability وده منطقي نقطة الثالثة اللي هي 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 الطريقة نفسها اللي أنا هعمل بيها التثبيت bitter the polarization and degree of mixing درجة الخلط نفسها higher the strength يعني بتعلمين the strength بتاعت السويد presence of an unbulivized dry lumps reduce طبعاً اللي هي the strength طيب نكمل العوامل مهم جداً الكمباكشن الدمك by increasing the amount of compaction dry density of the mix strength and durability also increase بيزود طبعاً المقاومة والمقاومة مع الزمن اللي هي durability الكورينج اللي هي المعالجة خلي بالك انت هنا بتعالج بأسمنت فنفس الخرصانة لازم تعمل كورينج لازم معالجة منو adequate mature content is to be or retained in order to accelerate the strength لو تفتكر ان المقاومة بتاعة الخرصانة زي ما تعلمت في الخرصانة لما تيجي تعالج تلاقي ان الstrength بتاعك عمالي ماله يزيد لو انت ما عليكتش بص الا يحصل الstrength هيبقى بالشكل ده فطبعاً لما حط مية هيحصل ايه gaining strength اعلى من عدم المعالجة ممكن مع السويل سيمنت سيبليزيشن احط او اضافات عشان نحسن الخواص ممكن نضيف اللايم اللي هو الجير ممكن اضيف السوديوم هيدروكسايد السوديوم كاربونات او الكالسيوم كولورايد دي العوامل اللي بتؤثر على السويل سيمنت سيبليزيشن ازاي بقى اصمم الخلطة بتاعة السيمنت سويل سيبليزيشن بنقول السويل سيمنت 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 مختلفة 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 يعني هعمل اوالب حجمها ثابت وحط فيها السويل مع نسب مختلفة من الأسمنت وبعد سبع ايام after seven days من كورين ها سيبليزيشن 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 تستد هبتجي اعمل تجربة الاي الكمبليزيشن لها ونبتجي نرسم جراف اس بلوت سيمنت كونتنت versus كونتنت سيبليزيشن يعني هبتجي حط هنا السيمنت كونتنت مع مين مع الكمبريسيف سترينز تطلع لي طبعا كل ما زود الأسمنت الكمبريسيف سترينز ما له بتزيد تطلع لي الخط بالشكل سيمنت كونتنت كوروزبوندينج سترينز كام 17.5 كيلو جرام على سنتيمتر مربع يعني هاجي هنا عندي كام 17.5 كيلو جرام على السنتيمتر مربع أنزل هنا أطلع نسبة الأسمنت اللي أنا محتاجها يبقى أنا كده فعلا عملت تصميم للخلطة بتاعتي شكرا ترجمة نانسي قنقر